هذا أيضاً ردٌ وتشنيعٌ على المدعوة سيم يوسف الذي يلعب بأعراض المسلمين للأسف الشديد وكل هذا على وسائل الإعلام والناس يسمعون ويرون ذلك ولا يحركون ساكناً إلا من رحم ربك وقليل أمهم في هذا المقطع يتبين لنا شدة وقاحة وسفاهة وانعدام أدبي المسمى بوسيم يوسف اتصل به رجل سعودي قال له تزوجت منذ ثمانية أشهر تقريباً وطلقت زوجتي في خلاف يريد من الشيخ أن يحل له الخلاف فما كان من الشيخ إلا أن اهتم بالمرأة طليقة هذا الرجل اهتماماً غريباً قال كم عمرها؟ قال له كذا قال لو أعطيني رقمها قال له سأعطيك قال له شو اسمها قال له أتحفظ عن هذا جزاء الله خير الرجل خير من وسيم يوسف قال شو اسمها قال من أي مدينة هي قال له من جدة والصحيح جدة المهم قال من جدة قال وسيم والله أهل جدة حلوين أهل جدة حلوين هكذا والله العظيم ما يتزعلون بنات جدة والله بنات جدة ما حديزعلهم كم عمرها هي؟ هي عمرها 23 صغيرة عروس يا أخي حرام عليك تكسرها أعطيني رقمها أبشر هي عصبية بها حنب أكفلك بس إذا تزعلها مرة ثانية ترى نخوها والله لو أنه ما حسيت بالندم وهي لو أني أعرف أنها يا شيخ وسيم ما تحب تسمعلك والله العظيم ما كانت تصل تبك تراك أنت من الناس اللي هي تحب تسمعك أنت بالنسبة لها غذاء روش شو اسمها هي؟ ولا ما تقدر تقول اسمها؟ تخاف لا أتحفظ أتحفظ زي نسمع هي من أي مدينة؟ قول اسم المدينة من جدة من جدة والله الجدة حلوين والله العظيم ما يتزعلون بنات جدة والله بنات جدة ما أحد يزعلهم الله يسعدهم هذا جزء من أخلاق هذا السفيه الذي يلعب بأعراض المسلمين وللأسف الشديد هذا على مرأة ومسمع من الناس ليس بالخفاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافة إلا المجاهرين وهذا من المجاهرة بالفاحشة هذا الرجل يجاهر بالفاحشة وكان السلف الصالح يرون إقامة الحد على من أشاع الفاحشة ويقولون إنه أشاع الزنا كما صح ذلك عن قتاده ونقله الإمام البخاري في الأدب المفرد وصحاه الألبان هناك فهذا الرجل عند السلف يستحق الحد ويستحق الطرب والجلد هذا الرجل المجرم الذي يلعب بأعراض المسلمين ولكن كثيرا من المسلمين مساكين كل من صنع له لحية صغيرة أو كبيرة أو مزيفة أو مزينة أو مفبركة أو لبس عمامة أو قال قال الله أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يتبينون من أمره ويأخذون من كل من ينعق ويتكلم باسم الدين ووالله يا أولا لا علاقة لهم بالعلم الشرعي الذي جاء من السماء ولم تكن هذه يوم من الأيام أخلاق العلماء ولم تكن أخلاقا للسلف الصالح ولا أخلاقا للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يتغزل في بنات جدة بنات جدة حلوين وبنات جدة ما في حد إذا علم هل مثل هذا يجوز له أن يفتي في الدين وأن يمكن من قنوات الإعلام الإسلامية ويتكلم للمسلمين والمسلمات باسم الإسلام والله الذي لا إله غيره لا يجوز وإن الله سبحانه وتعالى سائلنا عن ذلك وسيسأل جميع من رضي وسكت ورضي بفعل هذا الخبيث سيسأله الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هذا الرجل يضيع الإسلام ويضيع الدين ويفتي بالباطل وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من القول عليه بالباطل بقوله جل وعلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين